طلابي الأعزاء في مادة إدارة الأعمال المكتبية في التعليم المفتوح المستوى الثالث القديم والمدمج. أهلا بيكو ومعاكو دكتورة حنان حسين مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة انشامس وهكون في صحبتكم في الثلاث محاضرات بتوع إدارة الأعمال المكتبية. الجزء إدارة الأعمال المكتبية إلى حاجتين. الإدارة عموماً وانتو درستوها قبل كده ومهارات إدارة الأعمال المكتبية. خلينا ناخد جزء جزء ونتكلم فيه وياريت الأمور بالنسبة لكو تبقى مستوعة. عايزين نشوف ايه مفهوم إدارة الأعمال ووظائفها وأسالبها. ببساطة كده أو بالبلدي زي ما بنقول لو جينا نقول ايه مفهوم إدارة الأعمال. إدارة أعمال بغض النظر عن التعريف اللي موجود قدامك دي. مجموعة من البشر في واحد بيقودهم ويوجههم وينصحهم وينظمهم ويقسم لهم العمل ويوزعوا عليهم ويرائب الأداء وبعدين يقيم ويشوف مين اللي أخطأ ومين اللي ما أخطأش علشان خاطر يوصلوا لتحقيق هدف جماعي للمنشأة بتاعته. يعني ببساطة إدارة مجموعة من البشر. نيجي للمفهوم الأكاديمي بتاع إدارة الأعمال. هنقول ذلك النشاط الزهني اللي بيتضمن تخطيط تنظيم توجيه رقابة تنسيق واتخاذ القرار الذي يقوم به المسؤولون في كافة المنشآت الاقتصادية سواء كانت هدفة للربح أو كانت غير هدفة للربح والذي يرمي إلى تحديد وتحقيق أهداف تلك المنشآت بأكبر كفاءة ممكن وذلك عن طريق تجميع المدخلات أو عناصر الإنتاج المادية اللي هي المصنع والأرض والآلات والبشرية اللي هي إحنا كموظفين وعمال موجودين في المنشآت. لإنتاج مخرجات سواء كانت سلعة أو خدمة أو فكرة مرغوبة من قبل عملاء المنشآة أي أن كانوا عملاء صناعيين أو عملاء زين وذلك بالاستخدام الأمثل لتلك الموارد اللي هي المدخلات في ظل الظروف البيئية المحيطة بالمنشآة سواء كانت ظروف اقتصادية أو سياسية أو تكنولوجية زي ما احنا شايفينه هو احنا في ظروف دلوقتي بيئية سياسية قرارات سيادية مضطرين أن احنا نتكلم مع بعض عن بعض فعلى أساسها بنصل للهدف اللي هي المحاضرة توصل لحضرتك وينتهي ذلك النشاط الإداري باتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بأنشطة المنشآة يبقى ببساطة هي إدارة مجموعة من البشر بمجموعة من الوظائف اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق عشان أوصل لهدف والهدف ده لازم يكون هدف عام للشركة نفسها وفي نفس الوقت نستخدم المدخلات بتاعتنا من هدرهاش استخدام أمثل بقول خصائص الإدارة ووظائفها بنقول الاستمرارية لها نظرة حاضرة ونظرة مستقبلية تمام ما أنا بشوف دلوقتي وبتنبأ باللي جاي علشان خاطر أعرف أتصرف إزاي في المواقف الإدارة علم وفن صح ما هي نشاط ذهني شوية حاجات بنتعلمها وفن ومهارة في إدارة البشر فرع من فروع الإدارة مظبوط اتخاذ مجموعة من القرارات احنا قلنا هنوصل لهدف والهدف ده هنتخذ على أساسه إجراءات معينة قرارات مهمة تحقيق الأهداف بأكبر كفاءة ممكنة يعني ما نهضرش فيه المدخلات المادية والبشرية ونستخدمها بكفاءة تحديد وتحقيق أهداف المنشأة ودي أهم حاجة للإدارة بتدور عليها إنها تحدد وتحقق أهداف المنشأة بتتطبق بكل مراحلها على جميع وظائف وأنشطة المنشأة يبقى سواء أنا في التمويل أو في التخطيط أو في التسويق أو في الموارد البشرية أو في الإدارة المالية بطبق كل وظائف الإدارة على وظائف المنشأة كمان بيقول لي فيها عمومية للناس كلها وفيها شمولية وبتشتمل على نشاط ذهني وعقلي وأهم حاجة أخذ بالي منها إن وظائفها التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق والتخاذ القرار يبقى دي خصائص الإدارة ووظائفها خلينا نقول كده عبارة صح وغلط في اللي قدامنا ده هقول من خصائص الإدارة الاستمرارية وأنها نشاط ذهني فقط طبعاً العبارة خطأ لأنها ذهني وعقلي وفن وعلم هقول من خصائص الإدارة أنها فرع من فروع الإدارة تهتم باتخاذ القرارات دون النظر إلى تحقيق الأهداف العبارة خطأ هقول اختيار من متعدد هقول من خصائص الإدارة الاستمرارية العمومية الشمولية نشاط ذهني وعقلي كل ما سبق يبقى كل ما سبق طيب نيجي نقول من وظائف الإدارة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة كل ما سبق يبقى كل ما سبق وبعد كده مشاكل وأمراض الإدارة والرجل ده عامل كده ليه؟ أي ما عنده مشكلة هي كمان الإدارة بتمرد طبعاً طبعاً تخطيط لو بايز خلاص وقفت الدني رقابة بايزة وقفت كلها كل واحدة من دول فيها مشاكل وأمراض للإدارة فأنت لو بتتسئل سؤال عادي ممكن تتسئل ما هي مشاكل وأمراض الإدارة واشرح واحدة فيهم أو كلمني عن واحدة فيهم آدي أول حاجة مشاكل وأمراض الإدارة مشاكل في التخطيط الله يعني هي كل الوظائف فيها مشاكل مزبوط مشاكل في التنظيم مشاكل في التوجيه مشاكل في الرقابة مشاكل في التنسيق ومشاكل في اتخاذ القرار طيب نشوف أول حاجة عندنا مشاكل التخطيط زي ايه مشاكل التخطيط عدم دقة التنبؤ بوزتلي الدنيا عدم الواقعية في تحديد الأهداف حددت أهداف كبيرة قوي أكتر مني تفوق سقف الطموحات بتاعتي والإمكانيات بتاعة البشر اللي موجودين في الإدارة بتاعتي يبقى ما كانتش واقعية يبقى إذن الهدف ما حققتوش الناس هيجي لها إحباط يبقى إذن دي مشكلة في التخطيط من الأول عدم دقة تقدير الموارد المادية والبشرية أنا حطيت هدف الهدف ده يغطي مليون جنيه وانا الموارد دي المادية يدوبك مص مليون طيب والباقي ده هجيبه منيه هبتدي أعمل قروض ولا هقفل ولا هتصرف ازاي كمان الهدف اللي أنا حطه يحققوا مجموعة من البشر ميت شخص وأنا ما عنديش في الإدارة بتاعتي غير خمسين فرد طب ما المين اللي هيكمل الناس هتتضغط في العمل ولا مش هتكمل الشغل وآخر حاجة غموض السياسات لو السياسات مش واضحة هيكون في مشاكل في التخضيط يبقى إذن لما سألني ما هي أمراض ومشاكل الإدارة واشرح واحدة فيهم يبقى هقول مشاكلها مشاكل تخطيط ومشاكل تنظيم ومشاكل تنسيق وأشرح واحدة فيهم آدي شرح واحدة فيهم هي السلايد دي زي ما هي كده مشاكل التنظيم بقول تضارب وعدم توازن السلطات والمسئوليات وبعد شوية هنقول يعني إيه سلطة؟ يعني إيه مسئولية حصل تضارب ما بينه الناس أنا مش عارف وهي مسئولية مين؟ المشكلة اللي حصلت دي مشكلة مسئولية مين؟ هو مين السلطة كانت مع مين؟ فيحصل تضارب فاتوه الدنيا معرفش أسائل مين عن اللي حصل تاني مشكلة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وأعتقد أن احنا حتى في المسأل البلدي بنقول كده شخص المناسب في المكان المناسب الرجل المناسب في المكان المناسب لو انا محطتش شخص مناسب في المكان المناسب وعينته علشان هو قريب فلان او هو كده يعني حبي فيبقى اذا محطتش الشخص المناسب في المكان المناسب فيحصل مشكلة في التنظيم تالت مشكلة في التنظيم ظهور التنظيم غير رسمي وما ادراك ما التنظيم غير الرسمي في واحد من الناس ماسك الدنيا كلها جوه المنشأة بس بطريقة غير رسمية هو مش القائد هو مش المدير هو مش كل دول انما الناس ملتفة حواليه اي حاجة بيقولها بيمشوا وراه هنغيب كلنا هنغيب كلنا هنتمرد هنتمرد هنعترض هنعترض ما دين بقى لكم ازاي يبقى اذا تنظيم غير الرسمي مشكلة كبيرة جدا في التنظيم ظهور الفلتر التنظيمي او المصفات التنظيمية مهمة اوي ان انا يكون عندي في التنظيم حاجة توريني اكمل ازاي واني حاجات مفروض تتعمل واني حاجات اشيلها بالفلتر بتاعي زي المصفة كده ده غلط وده غلط وده غلطي بيتشال ماكملش في نفس الطريق بتاعي التوجيه والفيادة عدم وضوح وعدم شمول الاوامر والتعليمات مش عارف الامر مش كامل فمش عارف اكمل طالب مني حاجة وانا مش عارف هياخدها مني امتى الامور مش واضحة هياخدها مني ازاي التعليمات اللي جايالي مش كاملة عدم كفاءة التدريب الناس مش مدربين فطب وبعضين دي مشكلة في التوجيه والقيادة عدم فعالية الحوافز عندي نظام حوافز بس مش متفعالة الناس مش بتاخد حوافز فمش عايزة تشتغل مش عايزة تكمل الناس كلها زي بعضها اللي بيشتغل زي اللي مبيشتغلش فدي مشاكل في التوجيه والقيادة عدم موضوعية القائد ونظرته الجزئية للمواقف فلان غاب اه مهما فلان ده قصو لازم يمشي فلان ده زي الليته طول عمره قال له مين قال انت بتبص لليوم ولا بتبص لشغله والنتائج بتاعت شغله طول الوقت فالنظرة بتاعته جزئية للمواقف شخص اتنرفز اتعصب فقال لا ده لازم يتجازة طب انت شفت هو فيه مدار السنين اللي اشتغلها كان اداءه شكله ايه وكان كويس مع زميله ولا لا هل كان بيتعصب هل كان فيه مشكلة يبقى ايه اللي سبب له كده فاذا كمان ممكن تلاقيه سين غرصاد عنده مفيش موضوعية فلان يغيب يقول معلش عنده ظروف ابنه في سنوية عام فلان يغيب يقول هو مش بيجي ليه هو بيذكر بلده لابنه ولا ايه فهو غير موضوعي فهناك عدم موضوعية للقائد ونظرته جزئية للمواقع بعد كده فيه مشاكل فيه الرقابة زي مشكلة قياس الاداء الفعلي ايوة ساعة تقييس الاداء بس مش ده اللي انت حققته فتهت طب ولو انت حققت حاجة معينة طب انا هاسهب ايه فين المعيار اللي موجود فين اللي كان مطلوب منك وانت حققته فعرف الفجوة ما بينهم مشكلة تحديد المعيير الرقابي مين اللي هيحدد المعيير اللي انا هرائب على اساسها والمعيير دي صح ولا غلط وهتوصلني لفين وعندي اساسا معيار بحكم بيه على الناس وانا بعينها وانا بقيمها ولا لا وعدم اتباع مبدأ الرقابة بالاستثناء في حاجات بتستثنى منها حاجات كتير زي الازمة اللي احنا موجودين فيها دي ادارة بالاستثناء طول الوقت فيه محاضرات إلا إذا لو حصل مشكلة يبقى إذا في حاجة اسمها عدم اتباع مبدأ الرقابة بالاستثناء يعمل مشكلة في الرقابة يبقى احنا عرفنا دلوقتي معنى الادارة وظايف الادارة خصائص الادارة المشكلات اللي بتقابلنا والأمراض في الادارة وشفنا مشكلة كل حاجة من وظايف الادارة آخر حاجة عندي مشكلة التنسيق عدم فعالية نظام الاتصالات واحنا عشان ننسق ما بيننا زي دلوقتي كده في محاضرة والمحاضرة دي جيالك بالصوت وده مش لازم أبلغك قبلها وده اللي هيتم أو هيبقى تم خلاص لما انت تسمع الكلام دا هيكون جالك إيميل تفتح عليه الكلام دا تشوف المحاضرة بتاعتك لو ما فيش فعالية في نظام الاتصالات يبقى فيه مشكلة في التنسيق المدير هيقول أوامر والناس مش هتعرف تنفز لأنها ما وصلت لهاش المعلومات تعارض ما بين أهداف الإدارات المختلفة وبينها وبين الهدف الرئيسي للمنشأة كلنا عايزين الطلبة تنجح وفيه حد عايز يعمل ايه؟ يجمع فلوس طب دا مختلف عننا مش كده فإذا هيبقى فيه تعارض ما بين أهداف الإدارة وما بين الهدف الرئيسي للمنظمة إحنا مجموعة بنشتغل في شركة الشركة بتقدم منتجات المنتجات دي بتفيد الناس كلنا هدفنا فايدة المستهلك إنما فيه إدارة من الإدارات عايزة تتربح من الناس دي ومش بيهمها السعر ينسبها ولا لا؟ يبقى إذن أصبح هناك مشكلة في التنسيق يبقى زي ما أي حاجة في الدنيا بتمرد الإدارة كمان بتمرد في كل وظيفها نيجي نشوف مشاكل اتخاذ القرار آه آخر حاجة بنوصل لها بعد ما عملنا كل دا عايزين ناخد قرار عندي نقص في كفاءة تجميع وتحليل البيانات طب هاخد قرار على إيه؟ قرارها يطلع شكله إيه؟ مش سلي لأن ما عنديش بيانات كافية وفي نفس الوقت البيانات اللي متحللة مش مظبوطة طيب عدم التقدير السليم للعامل المؤثرة في اتخاذ القرار هما لما اتخذوا القرار كان إيه اللي بيأثر على اتخاذ القرار؟ هو فردي ولا استشاري ولا جماعي خدوا رأي الناس ما خدوش الرأي الناس كانوا بيخدوه في أي وقت في وقت زنق زي اللي احنا موجودين فيه فمش هيقدروا ساعتها يشوفوا مناسب للناس ولا مش مناسب للناس ولا كان في وقت مرتاحين فيه آخر حاجة تعدد القرارات وفجائيتها ده بيخلي فيه مشاكل في اتخاذ القرار ده بيقول قرار وده بيقول قرار فمش عارفين نتصرف ازاي يبقى إذن فيه مشكلة في اتخاذ القرار نشوف إيه العلاقة بين وظيف الإدارة ووظيف المنشأة فيه رسمة هتوضح لنا العلاقة ما بين وظيف الإدارة ما بين وظيف المنشأة لو خدتوا بالكو احنا قلنا فيه الخصائص إن كل وظيف الإدارة بمراحلها موجودة في كل وظيف المنشأة عندي منشأة فيها إدارة تمويل إدارة إنتاج إدارة تسويق إدارة أفراد مكاتب وظيف الإدارة بتاعتي تخطيط التنظيم التوجيه الرقابة التنسيق دخلة في كل إدارة من الإدارات يعني معناها لو مسكت إدارة التمويل هلقي فيها وظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنسيق. فهمت الرسمة رسمة ماشية وظائف المنشأة هي المجموعة اللي فوق ووظائف الإدارة هي المجموعة اللي على اليمين. كل واحدة فيهم متدخلة جوة الوظائف بتاعة المنشأة. في رسمة تانية علاقة الوظائف الإدارية بوظائف المنشأة أي رسمة فيهم هتغني تمام كده؟ هذه المنشأة فيها تمويل فيها أفراد فيها تسويق فيها مكاتب. كل واحد في دول في تنسيق في رقابة في توجيه في تنظيم في تخطيط تمام كده؟ يبقى إذن هناك علاقة ما بين وظائف الإدارة ووظائف المنشأة وشرحناها في الرسمتين ممكن يجي لي في عبارة صحة وغلط يقول لي لا يوجد علاقة ما بين وظائف الإدارة ووظائف المنظمة هقول له العبارة خطأ وارسم رسمة من الرسمتين أو أحكيها له أو يقول لي عبارة صحة وغلط يقول لي لا تتخلل وظائف الإدارة وظائف المنشأة المختلفة برضو العبارة خطأ وهقول له الرسمة بتاعتي أو أنه هو يقول لي فيه اختيار من متعدد وظائف الإدارة تتخلل الإدارات التالية تمويل مكاتب أفراد تسويق مالية كل ما سبق يبقى كل ما سبق نحن نشوف موضوع تاني مختلف تماما بيقول لي أساسيات إدارة المكاتب والسكرتاري السكرتاري إيه حكايتها دي وفيها تنسيق وفيها كل حاجة يعني إيه مكتب مكتب زي لنا عادة عليه ده مكان زي لنا موجودة جوادة مكان بيتم فيه أداء الأعمال الكتابية المتعلقة بإنجاز المعملات إعداد تسجيل تحليل مكتبات والوسائق بغرض أن أنا أوصل للمعلومة المناسبة اللي أنا هديها للمستويات الإدارية في المنظمة عشان تتخذ القرار يبقى إذن المكتب هو المكان اللي بيتم فيه أداء الأعمال الكتابية المتعلقة بإنجاز المعملات تمام كده؟ طيب نيجي المفهوم بقى الأعمال المكتبية اللي احنا بنعملها جوه المكتب هي الأنشطة الخاصة بالقيام بكافة الأعمال الكتابية والتي تنتهي بحفظ وسائق المنظمة وتعتبر مركز للاتصالات بين الأقسام والإدارات داخل المنظمة يعني إذن مش مخزن وخلاص بخزن فيه لا دي بقت مركز للاتصالات بين الأقسام والإدارات داخل المنظمة يبقى إذن عرفت مفهوم المكتب عرفت مفهوم الأعمال المكتبية طيب لو جالي في عبارة وقال لي نعني بمفهوم المكتب الأنشطة الخاصة بالقيام بكافة الأعمال الكتبية العبارة خطأ ماشي؟ طيب لو قال لي نعني بمفهوم الأعمال المكتبية المكان الذي يتم فيه أداء الأعمال الكتبية خطأ لأنه ده مفهوم المكتب أو أنه هو يقول لي نقط هو المكان الذي يتم فيه أداء الأعمال الكتبية المتعلقة بإنجاز المعاملات ويجي تحت يقول لي ألف الأعمال المكتبية المكتب ميكانيكية المكاتب يبقى لا شيء مما سبق يبقى هي مفهوم المكتب طيب نيجي مسؤوليات مدير المكتب هو مدير المكتب ده مهم؟ طبعا طبعا المدير لو اللي تحتيه مدير مكتب خايب مش هيوصل ولو مدير المكتب تحتيه سكرتاريا خايبة هو مش هيعرف يقوم بالأعمال المطلوبة منه يعني إذا هم فرق عمل بتشتغل مع بعض عشان توصل لهدف عام هو إنجاح المكان اللي هم أو الإدارة اللي هم موجودين فيها طيب إيه مسؤوليات مدير المكتب؟ الإشراف على تنظيم الملفات لأن لو الدنيا تايها مش متنظمة كل حاجة هتروح ساعة ما هيتطلب منه الحاجة مش هيعرف يجيبها منين الرد على الرسائل هو اللي بيرد على الرسائل هو بياخد الردود من المدير ويرد عليها تخطيط وقت المدير لأنه وقته مهم جدا ولو راح وما تخططش هيروح كتابة التقارير والإشراف عليها عمل استقبالات اللازمة عندنا ضيوف عندنا ناس هنستقبلهم مدير بتاعي مش هينفع دخله أي حد هيستنى هيستنى عند مدير المكتب هو هيضيفه ويستقبله ويديله معاه تاني لو ما كانش وياخد معاه مد الإدارة والأقسام بالمعلومات هي مركز اتصال بيمد الأقسام بالمعلومات كمان هو مسؤول عن كافة المراسلات والتقارير شفتوا قد ايه مسئولية مدير المكتب مهمة ساعات ما بيبقاش فيه مدير مكتب ويبقى فيه سكرتاريا فقط وساعات بيبقى فيه مدير مكتب وتحتيه مجموعة من السكرتاريا على حسب ما الإدارة بتحتاج من شغل بعد كده نشوف حاجة اسمها أتمتت المكتب أو ما يكنه جاية من كلمة أوتوماتيكي أو مميكن وإحنا في عصر الميكنه دلوقتي وفي عصر الأتمتة فلازم تبقى عارف إيه فوايدها خد بالك إنك انت فوايدها زي تعرفها زي بما تفسر استخدام أتمتة المكاتب يعني ثلاث أسئلة جايين في سلايد واحدة آه عرفها لي هقول هي عملية تسهل إجراءات الاتصال وتقلل استخدام الورق وتقلل العمل اليدوي للسرعة في الأداء ودقة النتائج المطلوب عرفتها هوا بما تفسر استخدام ميكانة المكتب بص الرد بتاعي لأنها تسهل إجراءات الاتصال تقلل استخدام الورق تقلل العمل اليدوي تؤدي لسرعة في الأداء ودقة في النتائج المطلوبة سؤال التارت عرف ما يكانت أو أتمتت المكاتب قول فوايدها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نفس اللي أنا قلته هنا قلته هنا قلته هنا يبقى إذا تعريف ما يكانت أو أتمتت المكاتب وفوايدها وبما تفسر استخدامها هو الرد في الخمس حاجات دول طيب يجي يقول لي في عبارة صح وغلط نعني بأتمتت المكتب أو مايكانت المكتب تسهيل إجراءات الاتصال وتقليل استخدام الورق وتقليل العمل اليدوي بغض النظر عن دقة النتائج المطلوبة طبعا غلط لأن دقة النتائج المطلوبة دي أهم حاجة اللي خلتني أعمل مايكانة عشان الناس اللي بتسهى وتنسى حاجات كتير تمام؟ يبقى إذا العبارة خطأ وده التصحيح بتاعها طيب هيقول لي في اختيار من متعدد فوائد مايكانت اتمتت المكتب تسهيل إجراءات الاتصال تقليل استخدام الورق تقليل العمل اليدوي السرعة في الأداء كل ما سبق يبقى كل ما سبق اختيار تاني من متعدد فوائد مايكانت المكتب الآتي فيما عادة تسهيل إجراءات الاتصال تقليل استخدام الورق استخدام العمل اليدوي السرعة في الأداء فين الغلط؟ استخدام العمل اليدوي هي الخطب تمام كده؟ يبقى إذن عرفت معنى أتمتة المكاتب عرفت فوائدها وعرفت بما تفسر استخدام أتمتة المكاتب تعالوا نشوف بقى مواصفات السكرتير الفعال احنا شفناه المدير نشوف بقى السكرتير اللي تحت إيده بيقول لي بيملك ثلاث حاجات أولا مجموعة من الصفات الشخصية المتميزة زي إيه؟ قوة الملاحظة كتمان الأسرار آه مهم السر يبقى فبير مخلص أمين طموح بيبص تحت رجليه يبص لقدام تمام يبقى دي مواصفات شخصية بتميز السكرتير الفعال تاي حاجة قال لي يملك مجموعة من الصفات الفنية المتعلقة بوظيفته زي إيه؟ معرفة كاملة بطبيعة العمل ومسؤولياته أما اللي بيبقى تايه لازم يبقى عارف طبيعة العمل ومسؤولياته الفهم العميخ لمسؤوليات الوظيفة اللي هو فيها يبقى عارف راسه من رجليه عارف هو مسؤول عن إيه ومش مسؤول عن إيه تالت حاجة امتلاك مهارات إدارية وسلوكية متميزة بيعرف يتصل بالآخرين بيعرف يديل الموقف بيعرف ما يبقاش غضبان في لحظة بيعرف يديل الوقت بتاعه ما دين بالكو؟ بيعرف يتصل بالناس ويبقى عنده حسن استماع وإنصات عنده طيب خاطر سلوكه وأخلاقه جيدة يبقى إذن دي صفات فنية متعلقة بوظيفته تالت حاجة قال لي يملك مجموعة من القدرات الضرورية لأداء واجبه بامتياز دي حاجات بتعلمها بقى قدرة لغوية إلمان بطرق الإدارة قانون التجاري اللوايح تنظيم المكاتب عشان محدش يضحك عليه ولا يكتب في التقرير حاجة غلط تؤاخذ على المدير بتاعه لأنه مش هيبقى فاهم في الفنيات زيه كده يبقى إذن مواصفات السكرتيري الفعال ثلاثة مجموعة شخصية ومجموعة فنية ومجموعة قدرات للوظيفة بتاعته إذن ممكن يجيلي السؤال بتلاثة أشكال ما هي مواصفات السكرتيري الفعال مع إضاحة وحدة فيهم يبقى إما هقوله الصفات الشخصية وقوله قوة الملاحظة والكتمان والإخلاص والطموح يا إما هقوله الصفات الفنية يا إما هقوله مجموعة القدرات الضرورية لأداء واجبه بامتياز يادي 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 هوضح حاله تمام كده؟ طيب هيجي ممكن في عبارة صح وغلط يقول لي من الصفات الشخصية المتميزة للسكرتيري الفعال إلمامه بالقانون التجاري غلط طبعا عشان دي قدرات ضرورية لأداء واجبه بامتياز مش صفات شخصية له هيقول لي سؤال بطريقة أخرى اختيار من متعدد مواصفات السكرتير الفعال الشخصية القاتي فيما عدا قوة الملاحظة كتمان الأسرار الفهم العميق لمسئوليات الوظيفة الإخلاص الطموح فأطبع فهم العميق لمسئوليات الوظيفة دي من الصفات الايه الفنية المتعلقة بالوظيفة طيب سؤال تاني هيقول لي يملك السكرتير الفعال صفات فنية متعلقة بوظيفته زي معرفة الكاملة طبيعة العمل الفهم العميق لمسئوليات الوظيفة امتلاك مهارات إدارية وسلوكية كل ما سبق يبقى كل ما سبق يبقى احنا كده في المحاضرة بتاعتنا عرفنا يعني ايه إدارة ويعني ايه مكتب ويعني ايه أتمتة مكاتب ويعني ايه إدارة أعمال مكتبية وعرفنا مواصفات السكرتير الفعال مواصفات المدير بتاع المكتب ووظيف الإدارة وخصائصها وتعرفها والمحاضرة الجاية نكمل بقية الحاجات بتاعتنا أهم حاجة تاخد بالك ان كل سلايد تتعرض عليك تطلع منها سؤال عادي وسؤال صح وغلط وسؤال اختيار من متعدد عشان تبقى جمعت المادة ومنتش محتاج ترجع تاني تذكرها كمان عندك نوع من الأسئلة اسمه فسر دي ما تفسر برضو عرفنا نجاوب عليه كمان عندنا نوع من الأسئلة بيقولك اشرح بالرسم فقط زي الرسمة بتاعة علاقة الوظائف بال الإدارة بالوظائف المنظمة بالوظائف الإداري شكرا لكم وألقاكم في المحاضرة الجاية وأتمنى انتوا تكونوا استفدتوا وعرفتوا تجمعوا الجزء ده شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم